السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد اليوم غدي نقدم واحد او لا غدي مفرطاج معاكم واحد البيتزا اللي جايجيز بنا بسر بعجينا ناجحة من اول استعمال خليكم مع المقادر وطريقة تحضير اول حاجة غدي مدوبة هي العاجين عندي هنا زلافة ونصف دي الفورس غدي نحتاج مع معلقة كبيرة دي الخميرة فورية شوية الملحة نصف زلافة دي الفينو زيت بلدية او زيت زيتون معلقة كبيرة دي الزبدة الزعتر غدي نحتاج كذلك البودرة الثوم وبودرة الباصل هادو اختياريين اللي ما عندوش انو لما توفرش عليهم ما يستعملو مش اما هي بودرة الثوم في العاجين كتعطوها حد نكهة خاصة هنا يا غدي نزيد نقمح الفينو على الفورس من بعد غدي نزيد عليهم معلقة كبيرة دي الخميرة فورية او لحبيبات مع الملحة هنا يا الخميرة كتبقى على حسب الجو كل ما كان الجو بارد كل ما هدي نحتاجو خميرة اكتر يعني كمية اكتر نحاولو نضعفو الكمية نزيد بودرة الثوم وغنزيد عليها بودرة الباصل ومن بعد غدي نزيد معلقة كبيرة دي الزبدة مع الزعتر دروري كنت تعمل زعتر في العجينة تهوك يعطيها واحد اللدة زوينة بزاف والزبدة من الاحسن تكون بحرارة المطبخ يعني تكون بحل ببوماد باش كتسهل الدخول في العجينة وغدي نزيد عليها تقريبا نصف كاس دير زيت الزيتون وغادي نجمعوها بالماء هنا ما هدي نزيدو بالتدريج بشوية بشوية في العجينة دي البيتزا كتبغي تكون مرخوفة يعني ما تكونش قاسحة تكون مرخوفة ومطلوقة ومضلوكة مزيان و القوام ديالها تيجي بحالي تيتلصق في الليدين هذا هو السير ناجحة البيتزا يعني لقص صحتوها في العجينة على ها ما غا تنجحش معالكم ضروري تكون مرخوفة بزاف الشي مرخوفة انها سايلة ما تكون مرخوفة بهذا الشكل هادا كيف ما غادي تشوفو الزكت حسب ديك العجينة رخوة وتتلصق هنا غادي نغطي عليها البلاستيك الغذائي وفق منه واحد ززيف وغادي نخليها حتى يترتاح حتى يتضاعف الحجم دياله و هنا كيف ما شفتو نعجينة ديالنها هي اختامرات وارتفع الحجم ديالها غادي نخرج من هالهاواء نضيف رشة ديالنها في اقصد حال العمل شفتو كيفاش كتجي خاصي كل قوام ديالها بهذا الشكل هادا غادي نقسمها كورات هنا غادي نستعمل بيتزات لغا يكونوا متوسطين في الحجم يعني هاد الكميات قريبا خرجت لي اياه خمسة ديال البيتزات و من الاحسن انا هنا حيث كنت مزروبة في الوقت يعني خاسكم تخليوا ترتاح وحد مدة دياله 20 حتى الـ 25 دقيقة مني تقسموها كورات غادي نعاود نأكد عليها غادي تعاودوا تغطيو عليها وتخليوا ترتاح المدة من ديال 20 دقيقة عاد تلقوها هنا يعني درت دلك او للمدلك هو اللي يساعدني باش تلقتها و السمك ديالها كنديرو ما كيفوتش او لكي تراوح ما بين واحد حتى جو السنتيم يعني ما كيفوتش واحد سنتيمة ترفل علو سوف ندخلها الفران غير باش تطهد كيف ما شفتو من قبل راني تكيتها بالفوق شيت ودخلتها الفران غير تطهد ونخرجها بالنسبة للحشوة هنا غادي نستعمل الوحدة فيجيتا غيين هنا استعملت الدنجال القرعة خضراء والفلفلة اللي غادي ندهنهم بالزيت وغادي نرش عليهم شوية دلملحة والزعتر وغادي ندخلهم الفراني تشوي عاد من بعد غادي نخرجهم باش نستعملهم في البيتزا واكيد اللي بغاية يدير عليهم رشة من بودرة التوم يدير هيلة كانت متوفرة صافي غادي نخلي الخضر ديالنا حتيت شوي عاد غادي نخرجهم نستعملهم من بعد اما بالنسبة الباقي الحشوات غادي نحتاج هنا ايه الفروماج متزريلا مع الفرماج حمر محكوكين عندي زعتر طون شامبينيون الفلفلة مقطع دوائر البصلة دوائر وصوص دومات انا هنا كنستعمل لي جاهزة نستعليها شوية ديال الزعتر بنتبه البصلة والفلفلة خليتهم هكا كطريين ما طيب شوش كي يعطوا حد لدة خاصة هنا كيفما كتشوفو هاي البيتزا ديالي بعد اما خرجعت من الفرن شفتو كيفاش كتجين ما كنخليهاش حتى كطيب لانا هنا مشت حتى طابت وعودنا درنا فوق هالحشوة ودخلنا هالفران غادي تقصح لبط كان بحلة غير كنصه هادا كتنفخ شوية سفي تنخرجها كان هنا بلاسوس طومات اللي ديجة اوجدنا هنا يا الخضر الدنجال والقرعة كيفما شفتو بعد اما خرجوا من الفرن قطعتهم بهذا الشكل هادا وهم اللي غادي نعمر بهم البيتزا ديالنا غادي نزيد فوق منهم بصلة دوائر بصلة طرية كتعجبني البصلة هكا طرية في البيتزا كتجي لديدة بزاف وزت دوائر ديال الفلفل وشامبينيون طري الى عندكم معلب ممكن تستعملوه مهم هنا الحشوة كتبقى اختيارية انا غير ببرتاجيش معاكم الحشوة اللي تندير كل واحد تبقى حسب الاختيار يعني تقدروا تديروا سيريمي تقدروا تديروا الشاخ كيتخي طن بوحدو او الفخومج بوحدو اي حاجة توفرة في الدار تستعملوها تزيدو عليها الزيتون يعني كل واحد وكيبقى حسب الاختيار ديالو هنا كيبقى ببرتاجيش معاكم الطريقة ديال اللي ايجينا والحشوة اللي تندير سفي غادي نرشع الى هنا يا الفخوماج عاد غادي نزيد الفخوماج ديال الموزاريلا والفروماج حمر وغادي ندير واحد الرشة ديال الزعتر وندخلها الفران تكمل طياب ديالها غير على ما يدوب الفخوماج ونخرجوها ايبوالاليك فيتزا ديالنا هاو موجودو هنا يا هزيتهم باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش تايجي تايجي ورطبين زوينين بزاف والداد والحشوة ديال الخوضار كتعطيهم موحد اللدة خاصة نتمنى انكم تجربوهم بهالطريقة وهاو مهنا يا كيف ما شفتو فاش قطعتها شوفوا الصم كدير اللي اجينا كيفاش تجي وكدير طبب بزاف زوينة بزاف نتمنى انكم تجربوها شفتو رهات حمرات من اللي تحت يعني مقصى حتمة وعلو وشكرا بزاف بزاف على المتابعة ولي اعجبكم الفيديو ما تنسونيش من التعليقات ديالكم اللايكات وشكرا بزاف مرة اخرى على التعليقات الزوينة لك تخليوا في حقي لهلا يخطيكم انطلقوا بفيديو جديد ان شاء الله اسلامة اشتركوا في القناة